موسيقى لازالت آلة الحرب الإسرائيلية تحاول عبثا ازهاق كل صوت صادح حر مثقف نابض من تحت القصف والركام هذا وبعد مرور أكثر من مائة يوم على هذا العدوان المدمر على أهلنا في القطاع لم ينجو شيء لا بشر ولا حجر ولا حتى مؤسسات تعليمية وثقافية اليوم مشاهدين في صدى الحرب سنتحدث عن دور المثقفين في حرب غزة مع ضيف الحلقة رئيس اتحاد الكتاب الفلسطينيين مراد السوداني أهلا وسهلا فيك سيد مراد أهلا وسهلا بداية دعنا نتحدث عن الأثار التي خلفها هذا العدوان المستمر على قطاع غزة على المؤسسات التعليمية والثقافية طوبى وطيب لسادة الشهداء الذين رسموا لوحة الوطن من مائه إلى مائه والشفاء للجرحة والحرية لأسرى الحرية ولشعبنا العظيم على سطر النار الذي يواجه آلة الموت والدمار كل المكونات الثقافية والمعرفية والجامعية والمدارس والأكاديميين هم على سطر المحو والإلغاء وكان ذلك بقصدية واضحة في اغتيال النخب الفلسطينية وبالتالي طال الموت والدمار كل هذه المكونات في محاولة شطب معنى فلسطين وفكرتها الجليلة في هذه الحرب الهمجية في هذه الإبادة الجماعية والمجازر التي تذهب عميقا في تجويف كل ما يتعلق بالجغرافيا وبالوعي للمسح والإبادة والإلغاء والتفكيك أكثر من 110 شهداء في سياق الصحفيين ما يزيد على 23 شهيدا من الكتاب والأدباء أعضاء الاتحاد ما زال الكثير منهم تحت الردم وآخرهم الشهيد سليم النفار رحمه الله وأسرته وأيضا أخوه وأسرته ما زالوا منذ شهرين تحت الركن في جباليا كل المكونات مثل ما قلت تحت مشارط النار وكذائف الموت المرعبة في محاولة لمحو هذه الفكرة الجليلة التي تحمل من الكتاب والمبدعين باعتبارهم الضمير المتحرك والجوال لإثبات حضور فلسطين على خارطة الإبداع العربي والكوني نعم سيد مراد لم تنجو أي مؤسسة تعليمية أو ثقافية في قطاع غزة من هذا القصف الغاشم على القطاع وهناك استهداف واضح وشامل لهذه المؤسسات لإخراجها عن الخدمة ولا ننسى أيضا الكم الهائل من الشهداء الذين ينتمون إلى الحراك الثقافي يعني حدثنا أكثر عن أبرز ملامح هذا الاستهداف يعني دعيني عبر الإحصائيات نتحدث بشكل واضح وجلي مثل ما قلت 23 شهيدا من الكتاب الأدباء عضاء الاتحاد بالإضافة إلى عشرات المراكز الثقافية والجمعيات والمنتديات والملتقيات ومن المشتغلين في الشأن الثقافي من مركز رشاد الشوى إلى المركز الثقافي الأرثاثوكسي دار الشباب الثقافي لاتحاد العامل للمراكز الثقافية مركز غزة الثقافي الفجر الشباب الثقافي جمعية أبناؤنا السنون للتنمية والثقافية جمعية ميلاد الشبابية مؤسسة شبابيك الجمعية الفلسطينية للتنمية والتراث قرية الفنون والحرف جمعية الوداد مركز العصرية الثقافي مسرح هولست جمعية الشباة المسيحية جمعية نواء ومركز حيدر عبد الشاف الثقافي في الهلال بالإضافة إلى العديد من العناوين التراثية التي تعرضت لتدمير كل أو جزء من الجند المجهول لقصر الباشا لتمثال ميدان فلسطين العنقاء لنصب الساقية عبسان المسجد العمري بالإضافة إلى معظم المكتبات من مكتبة بلدية بيت لاهية الجامعة الإسلامية مكتبة النور مكتبة بلسم مكتبة سمير منصور مكتبة النور المكتبة العامة في غزة مكتبة ديانة ماري صباغ مكتبة بلدية انصيرات مكتبة بلدية خان يونس جواهر نهرو مكتبة اليازجي مكتبة دار الكلمة مكتبة اليد بالإضافة إلى عدد من دور النشر دار الكلمة دار الأرقم دار ابن القيم الشروك الهيئة الخيرية للطباعة والنشر السمير منصور للطباعة والتوزيع النعيم للطباعة والنشر النهضة بمعنى كل ما يتعلق بالشأن الثقافي والنشر والمكتبات والبركز الثقافية المكونات التراثية النهب مخطوطات الإتيان على كل ما من شأنه أن يثبت فكرة فلسطين العميقة وثقافتها العميقة تعرض للمحو والاستباحة الجامعات المدارس اغتيال النخب كما أشرت في البداية كل ذلك على شرط النار والمحو والتذرير من قبل هذا النقيض الاحتلال الذي يرى في المثقف الفلسطين والثقافة الفلسطينية تهديدا لروايته المفبركة والمدعاء وأضالله وعقده التوراتية لذلك الثقافة الفلسطينية في مواجهة بحقها وحقيقتها بثقافتها العميقة بهذا الإرث والموروث المتوهج تواجه كل هذه الويلات كل هذه الأهوال كل هذه الرواية التي تلقي بظلالها السوداء من الموت والدمار والإلغاء على الشعب الفلسطيني في كل المكونات وكل الجغرافيات في الوطن بأكمله وباشتداده وامتداد جرحه ومعاناته لذلك المثقفون ما زالوا يدونون يوميات الحرب ونحن نشتغل الآن على إصدار العديد من المدونات فيما يتعلق بالرواية والقصة وأيضا الشعر في أنطولوجيات تحت سقف النار وسقف الدمار لتبيان قوة الحياة الفلسطينية عمق وقوة الكلمة الفلسطينية في مواجهة كل هذا السواد وكل هذا الموت وكل هذه الكراهية وكل هذا التذرير بطاقة الحياة، بقوة الأمل، بأسباب الحياة التي يظهرها الكتاب والأدباء وسنكون بترجمة هذه الإصدارات بالاتفاق مع دار الهلال واتحاد الكتاب العرب حتى تظهر هذه النصوص ليس فقط في فلسطين بل في العمق العربي والكوني ليرى هذا العالم قوة الثقافة الفلسطينية في أشد اللحظات مرارة وصعوبة واستهدافة هذا ما كنت سأسألك عنه بالتفصيل في ظل هذا الدمار الشامل للمؤسسات الثقافية في غطاء غزة يعني كيف التعامل المثقف الفلسطيني مع تجليات هذه الحرب بما نسميها ونطلق عليه مصطلح الأدب المقاوم يعني أولا لا وجود لمكونات الكتابة أصلا لأن الكل في حالة نزوح من مكان إلى مكان وترحال قصري إجباري تهجيري تحت القذائف والموت والدمار وبالتالي في اللحظات التي يسركونها وتعود الكهرباء والنت إلى الانشباك يكتبون سريعا مقتطفات لتعبر عن هذا الوجع وهذا الموت وعن هذا الدمار لأنه لا توجد حتى مقومات الكتابة وبالتالي كل ما يستطيعون كتابته على الجولات تصل إلينا ونحن في متابعة حفيفة لهذا السياق وفي محاولة استكتاب لكي نكتب تاريخ هذه الحرب تاريخ هذا الموت تاريخ هذا الدمار تاريخ هذه الأهوال تاريخ هذه المظلمة الفلسطينية التي يعاد إنتاجها بشكل مجدد ليتجل الإرهاب في ذروته من خلال إرهاب الدولة المنظمة ومن خلال هذه الإلياذة الغزة الإلياذة الجديدة التي من جديد تجدد فعلها ومقاومتها وحضورها بالكتابة بالتوثيق بالتدوين بفضح الوجه البشع لهذا الاحتلال وبانتصار الكلمة الفلسطينية على حالة الصمت المريب عربيا وعالميا على هذه الأهوال المرعبة وهذه الشواض التي تطال كل مكونات الحياة في غزة لذلك الكتابة هي شاهد إثبات حق لمثقفين لكتابنا لهذه الضمائر المتوهجة التي تلاحقها القذائف لكي تدون للعالم والتاريخ أسطورة واقعية حقيقية إذا كانت الأسطورة في التاريخ تحتاج إلى كل هذا المخيال ولكل هذه المجازات والاستعارات والكنايات فالاستعارات والمجازات والأسطورة في فلسطين تسير على الأرض لأنها واقع ووقائع وبالتالي تحتاج إلى غير هوميروس لكي يروي هذه المدونة وهذا الوجع وبالتالي غزة الإلياذة كما أسميها الجديدة إلياذة العصر تحتاج منا كمبدعين ومثقفين في كل المكونات أن نرسم هذه اللوحة لذلك أعلننا بمسابقة من اتحاد الكتاب والأدباء لأفضل بوستر يعني يعلن عنه في يوم الثقافة الفلسطينية لتدوين صورة بصرية لكل هذا الوجع ولكل هذه الأهوال المرة والناقعة بالإضافة إلى البوستر الفلسطيني أعلننا أيضا عن مسابقة في هذا الإطار بمعنى أن نريد أن يندغم البصري مع المكتوب في الجمع بين طرفي الإبداع سواء المدون والمكتوب وما بين البصري لكي نقدم للعالم كل هذه الأوجاع والآلام والصمود والبطولة والعناد المقدس بما يليق بشعبنا العظيم الذي لن يرفع راية بيضاء نعم يعني هذا هو الدور الذي قام به الاتحاد أو اتحاد الكتاب العرب عالميا يعني هذا اتحاد الكتاب الفلسطينيين بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب حدثنا عن الدور الذي قام به اتحاد الكتاب العرب عالميا لتسليط الضوء على ما يجري في القطاع يعني منذ بداية الحرب دعونا اتحاد الكتاب العرب كاتحاد كتاب ودباء فلسطين للانعقاد في القاهرة في جلسة طارئة لان في اتحاد الكتاب الفلسطينيين كبقية المؤسسة الثقافية في حالة انعقاد دائم وفي حالة طوارئ وفعلا تم الاجتماع في القاهرة ووضعت خارطة طريق ثقافية للانطلاق لكل المكونات الثقافية العربية والاتحادات والنقابات والأسر الثقافية العربية وحصلت العديد في توقيت واحد ذات يوم بالوقوف في كل الاتحادات والنقابات جعل صورة الأقصى على كل مدونات اتحاد الكتاب العرب والاتحادات الثقافية العربية بالإضافة لإعلان الكتاب الأسود لتوثيق المجازر هذا الاحتلال منذ 36 حتى مجزرة غزة ومجازر الضفة في تدوين هذه الصورة الحقيقية لهذا الاحتلال ويترجم إلى غير اللغة أيضا أصدرنا للأمم المتحدة ولكل المؤسسات التي تتعلق بحقوق الإنسان أصدرنا بيان باسم اتحاد الكتاب العرب وترجم إلى تسع لغات حتى يرى العالم تفاصيل هذه المظلمة الفلسطينية وهذا التوحش الاحتلالي وهذه البطولة الفلسطينية وهذا الوجع العميم في فلسطين كذلك في الاجتماع الذي تم قبل شهر في نواكشوت للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب تم الاتفاق على أن يكون كل اتحاد كتاب عربي بإطلاق جائزة لأدب المقاومة من أجل تثبيت أدب المقاومة وإعادة انتشاله بعد كل هذا الردم والنسيان ومحاولة التقليعات الجديدة اغتيال أدب المقاومة من خلال مقولات باهتة تسقط في اللحظة وتسقطها اللحظة لذلك نريد لأدب المقاومة أن يعود بكوة الحياة الفلسطينية كرأس حربة في المشروع الثقافي العربي والإنساني وباعتبار المثقف الفلسطيني أول قتلى وآخر من يموت الذي يستطيع أن يؤصل مدارك الأجيال وأن يتقدم بمقولته الواثقة الصادقة الراسخة المكينة بما يعزز هذا الحضور ويعزز هذه الفاعلية ويعيد إنتاج مرة أخرى قوة الثقافة الفلسطينية المشتبكة مع هذا العدو والمنشبكة مع عمكها العربي والإنساني مع أحرار العالم وهنا نأتي إلى تواصل اتحاد الكتاب الفلسطينيين مع اتحاد كتاب الصين الذين اتفقنا معهم في اتفاقي التعاون على التبادل المشترك والسياقات تواصلنا معهم من خلال بيان للتعاون في هذا الإطار وتحفيز الكتاب الصينيين من أجل الوقوف على الحقيقة الفلسطينية في مواجهة الرواية النقيضة لإيطاليا العديد من الكتاب الذين راكمنا العلاقات معهم من خلال زيارتهم إلى فلسطين قام بالعديد من الفعاليات في هذا الاتجاه أكثر من 2000 شاعر وكاتب وفنان في أمريكا اللاتينية أيضا تراكما على ما نقوم به في أمريكا اللاتينية في استعادة حضورنا الذي توقف منذ العام 2008 حتى اللحظة نحن في محاولة توسيع رقعة الحضور 2000 كاتب وقعوا في بيان واضح في الانتصار للثقافة الفلسطينية وفضح العدوان والمطالبة بوقفه وتأكيد على قوة الثقافة الفلسطينية وعدالة القضية الفلسطينية أيضا لجنوب إفريقيا اتحاد كتاب عموم إفريقيا الذي يضم 44 اتحادا تواصلنا معه ولدينا اتفاقية تعاون معه اتحاد الدولي للكتاب الذي مقره روسيا وأنا نائب رئيس التجمع أيضا قاموا بنشر بيان اتحاد الكتاب الفلسطينيين على موقعهم الرسمي العديد من الكتاب الروس أيضا أعلنوا عن المواقف وما زالوا التي تدعم القضية الفلسطينية وتطالب وقف العدوان بمعنى هذا الحراك مع اتحاد الكتاب العرب كان اتحاد الكتاب الفلسطيني رأس الحربة في إعادة الانتشار بما يمتلكه من العلاقات مع الاتحادات الدولية وتحديدا الصين روسيا مثل ما قلت افريقيا وأمريكا اللاتينية بالإضافة للعديد من الدول الأوروبية لا نريد فقط أن نتحدث لأنفسنا نحتاج إلى ترجمة هذا الوجع الفلسطيني إلى كل أنحاء الأرض نحتاج إلى التواصل مع المؤسسات الثقافية وهنا أسجل للمترجمة غدير أبو سنيني وللصديق الكاتب والمترجم والمبدع خالد الرئيسوني المغربي الذي يكاتفنا في الترجمة والإبداع لكي يصل الصوت الفلسطيني إلى أمريكا اللاتينية وغيرها من المساحات وإلى الشاعر فخر رتروط أيضا المكيم في نيكاراكوا في تمدد المقولة الفلسطينية وفضح رواية النقيض الاحتلال من خلال الترجمة سيد مراد ما هو المطلوب من المثقف الفلسطيني في ظل هذا الوضع الراهن وحرب الأفكار والروايات الروايات المضادة للرواية الواقع يا سيدة المثقف الفلسطيني منذ العام 36 من نوح إبراهيم الذي استشهده من دكيته في كتفه واغتيل ووضعه في بئر من الاحتلال البريطاني ويجلسه القسام القائد القسام قائد ثورة 36 في مجالس قياة الثورة ناطقا باسمها صعدا نحو عبد الرحيم محمود شهيد الشجرة إلى شهداء الذين اغتلتهم قائمة جولدا مائير حتى آخر شهداء غزة إلى الكتاب الذين يتواجدون في السجون ولدي العديد من الإصدارات لهم حملتها هنا كل هؤلاء ما زالوا على خط النار وخط المواجهة وخط الاشتباك في مواجهة النقيض الاحتلالي لأنهم لم يبرحوا أحد الثقافة والمواجهة ولم يترجلوا عن أحد المواجهة والاشتباك وما زالوا يناجزون بالكلمة البندقية هذا النقيض الاحتلالي بكل استطالاته بكل تفرعاته بكل ماكنته الإعلامية والثقافية لكي يؤكدوا حضور هذه الثقافة ودعيني أسجل أيضا أن الأخ الشاعر عبد الله عيسى أصدر عن الاتحاد العام سماء غزة تلال جينين وسيصدر عن أيضا في عمان وفي دمشق وفي مصر هذا الكتاب الذي كان أول كتاب يوثق لسماء غزة وتلال جينين عن هذه المعاناة وهذه المظلمة وأبارك له لحصوله بالأمس على إحدى الجوائز الرفيعة عن الاتحاد كتاب روسيا بمعنى أننا نريد من كتابنا من أدبائنا من المثقفين من تشكيلينا أن كل في مساحته وسياقه أن يؤصل هذه المعركة ثقافيا ويدون للأجيال كل ما يستطيع أن يقوم به حتى نراكم على هذا الإرث المشتبك وأدب المقاومة الذي لن ينتهي إلا بتحرير فلسطين كاملة غير منقوصة باكتمال نشيدها من الماء إلى الماء سيد مراد السوداني رئيس اتحاد الكتاب الفلسطيني بدي أشكرك على تواجدك ومشاركتك معنا في سنبرنامج صد الحرب شكرا لكم شكرا جزيلا إلى هنا مشاهدين نصل إلى ختام حلقتنا من صد الحرب إلى اللقاء شكرا جزيلا